السلام عليكم أيها الشعب السوري وبارك الله في الثورة السورية الكبرى في عنا أخبار كثير مهمة يجب أن نخبركم عنها صار معركة بين أسماء الأخرس وبوثين الشعبان ومنشي أربعة أيام في القصر وصلتنا بارحة المساة هذه المعلومة فالمهم هلا أن أسماء الأخرس قالت لأبوثين الشعبان بدي أفتح تحقيق بالقصر عن المواد المسيطرة المسرطنة الموجودة بالقصر تبعنا لأنه الأطباء قالولي أنه أنا معي سرطان بثديية ووصل إلى مرحلة الرابعة وصار الأورام اللي معاي كذا عم تعطيني ألم شديد بسرعة فقالولي خاصة سامر الفوز ابن خالد أمي أنه يعني ما في حدا غير ماهر الأسد هو يلي عم يحاول ساوها شيء لأنه ما بدي يخلي الحكم ينتقل لأبني حافظ خاصة بعد قصف مطار حمالي راح فيه أربعمائة قتيل فاللي صار أنه قلت لأبو ثينا شعبان قلت لأبو ثينا شعبان قلت لأبو ثينا سامر الفوز هذا اللي بالعب على البلد أصلا وشافطها مثل هوفر لأتوجهين رأسنا بأمراض سرطانية نقلعي لعند فواز الأخراز هو بداويكي وبعدين شو فكرة حاولك يعني أنت واحدة حمصية جبناكي من بعض مكاتب بريطانيا كنتي موظف صغيري وساوناكي سيدة أولى وقلنا لك أنه ضب بلسانك وباكت تفهمي وضربتك بشرة الأسد كف وكفين وقلت لك أنه أمه البشار هي السيدة الأولى وممنوع حدا أن يسمي حاله سيدة الأولى غير أمه ولا بشار أنيسة فقط هي تكون السيدة الأولى وما في بعدها سيدة الأولى بسوريا فالمهم قلت لك شوفي طبني بالك هذا بوتين بوتين يعني عم يجهز قصر إليك ولزوجك وأنا اتفاد أنا وياه أنه نجيب حاكم بداله لزوجك فحتروح وتعدوا بروسيا بمنطقة اسمه نوفايا ريجن وخلاص يعني خلال ستة شهر بتكونوا طلعتوا من هالبلد أو ثلاثة شهر عم يمكن على الأكتر فعم نسق هذا الشيء مع بوتين وقال لي بوتين جهزي حالك في رئيس جديد بدي جيبه محل بشار لأنه انتهت مهمته بشار عندي عملنا تجارب الأسلحة وعملنا قضاء على أشياء كثيرة بسوريا ودمرنا سوريا واستعملنا البراميل المتفجرة طبعا سهيل حسن فكل هذه الأشياء نفذناها وقال لأنه ضعفنا الشعب السوري ودمرنا الشعب السوري فالآن أنا خلصت من بشار وبيت الأسد فتجيب ناس بدالهم فقال لي بالك لا أنت ولا ماهر ولا زوجك ولا ابنك حافز سيقعد بالقصر بعد ستة شهر بسوريا قلت لما فشرتي وبعدين حرس الجمهوري يعني أنا لازم اتأكد إذا في حدا منهم بجوز سهيل حسن حاطط مواد مسترطنة لأنه قالوا للأطباء أنه الديودرون اللي بتستعمليه هو مادة الالمينيوم هاي المادة الالمينيوم هي اللي عم تسدلك المسامات ومدر مين حاططلك أشياء زيادة بهالديودرون وعم يعمل مواد مسترطنة وتسربت تسربت إلى الدم تبعك وإلى ثديك وصار عندك هالمشاكل هكذا التقرير الطبيب أتلا وعد الدكاترة قالوا لي فأنه بسرعة يصبح هذه المواد مسترطنة مسترطنة تحت باطئ وبجسمي من فوق هذا في ناس عم تلعب بمواد ألا لأنه لابد أنه في ناس عم يلعبوا بهذه المواد أنت بعدك صغيرة فالمهم أتلا ما ترجع تعملين انقصامات بكفين انقصامات اللي بينك وبين منال الجدعان بالقصر أنت وعصابتك بتشده من ميل ومنال الجدعان وعصابتها بجده من ميل وجعتونا راسنا يعني أنا ما عرفت أولاده الحافظ حيوجعوا لي هالراس لهالفترة لأنه لا تدخل بالمعمة معكم فالمهم يعني رجعت لأشوفي مسامر الفوز رايبك بالع البلد بكاملها طبعا ماهر وغير ماهر وسهل حسن وأولاد عم بشار ممكن يحاولوا أن يضعوا لك مواد سامل حتى يخلصوا منك ومن أولادك فيعني وخاصة ضباط مطار حماة الضربة اللي أكلوها بسبب حماقة ابنك حافظ اللي راح صور هناك وحط الصور على فيسبوك طبع مطار حماة وأجوا ضربوا وكسروا ألف شغلة بمطار حماة وراح فيها فوق أربعمائة ستمائة قتيل وجريح من قرداحة ودركيش وكل الساحل السوري فقالت له خلاص روحي سافر على بريطانيا وخلصينا من الشغلة ولفل فيه ولمل من الأمور والطب بيه ويطببوك وما تخافي يعني هلأ الطب حديث وكذا الاخرية بس بعد ستة شهر أو ثلاثة شهر انتوا رايحين تعدوا بقصر بروسيا لأنه بوتين قال لي انه احترت وراءكم وانتوا هتطلعوا من سوريا مجهزكم قصر تعدوا فيه بروسيا فاستفيدوا من هذه الأخبار أيها الشعب السوري وانتبهوا على الأشياء اللي عم يحاول بشار تساوي بقدب لأنه ممكن يضرب ضربة انتقامية شايفين شلون قبل ما يهرب لروسيا فأيها الثوار السوريين ديروا بالكم وعرفوا كيف انه الضعف بشار وتعملوا شي فيه يعني خاصة بالقرداحة ودراكيش وعصاباته قبل ما ينتقل حكم لأحد أقرباءه لأنه ممكن يجيبوا لاد رفعة يحطون سلمون الحكم وممكن يجيبوا ماهر مؤقتا وممكن يجيبوا حدا من بيت ديب أو من بيت ديوب شايفين شلون أو من عائلات أخرى من منطقة القرداحة ودراكيش فبوتن مجهز خمس أسقاش خمس أشخاص لحتى يشيلهم ويخلص إيران بقى لأنه ما بده يخلي نفوذ إيران بسورة يقوى وبده يأسس أجنحة قاسم سليماني وجماعة ماهر وجماعة بشار السلام عليكم أيها الشعب السوري وبارك الله في الثورة السورية الكبرى